من أجل مجابهة ظاهرة التقلبات الجوية سطرت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية مخططا خاص بتشكيل خلية أزمة لمتابعة الوضع التي تعرفه الولاية النشرية الواردة إلينا من المدير العامة للحماية المدنية حول الأحوال الجوية والتقلبات لتشهدها عدة ولايات جنوبية تم تنصيب خلية أزمة بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية غردايا يترأسها سيد المدير وعدة رؤسها مصالح وقائد الوحدة 13 نغطاس على مستوى الوحدة الرئيسية في حال تأهب قصوى مع العتاد والمتمثل في 12 زورق إنقاذ كذلك تم وضع كل العتاد في حالة الجاهزية والمتمثل في المضخات الامتصاص وكذلك أجهزة الإناغ أنطار طفانية على مدار يومين شهدتها بلدي أسوليس غردايا على غرار بلدية مثل الشعارباء والقرارة حيث عرفت تدخلات عناصر الحماية المدنية من أجل إجلاء وإسعاف المتضررين بالنسبة لتدخلات الحماية المدنية التي شهدتها في اليومين الأخيرين بالنسبة للوحدة الرئيسية كان في السحب سيارات كانت عالقة في المياه وإخماد عددات كهربائية جراء تساقط الأمطار أيضا ببلدية القرارة كان في إنقاذ تسع أشخاص عالقين تم إجلاؤهم إلى أماكن آمنة مع عدة نقاط بلدية زلفانة كان في امتصاص للمياه بـ 24 منزل وعدة أماكن ومؤسستين الصهر على خدمة المواطن من طرف عناصر الحماية المدنية جهد يستحق الثناء